اختتمت أمس أعمال منتدى البحرين التطوعية الثاني تحت شعار الجودة في التطوع نحو تحقيق أهدف التنمية المستدامة الذي نظمته جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي وبدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدما أثبتت النسخة الأولى جدارتها في إيصال المفهوم الحقيقي للعمل التطوعي ومدى تأثيره الإيجابي على أبرز العوامل الاستراتيجية والقضايا الحيوية التي تقف كعامل رئيس لنماء وازدهار أي مجتمع مهما تفاوتت قوة بنائه حلت الطبعة الثانية لمنتدى البحرين التطوعي مؤكدة على ضرورة تحسين ما تنتجه حقول الأعمال التطوعية من أفكار نوعية قابلة للتطبيق تحاكي العديد من المواضيع التي تلامس أهداف التنمية المستدامة بالدرجة الأولى التنمية المستدامة تتحقق فقط عندنا بأن تتضافر جهود الجميع سواء قطاع خاص أو قطاع عام أو حكومة أو قطاع أهلي أو أفراد الجميع مطالبين بالعمل لخدمة المجتمع واليوم الحقيقة مظاهرة أعتبرها إنسانية وطنية كبيرة تبرز هذه الروح من الشراكة الاجتماعية ومن حب العمل التطوعي لخدمة البحرين وأبناء البحرين دعم واقع العمل التطوعي يكمن في حقيقة الشعور الإنساني الذي يحمله الأفراد ومن قبلهم الجماعات ليشكل صورة تنسجم فيها ألوان طيف الشراكة المجتمعية شعور نبيل يأتي من باب واحد واجب هذا الوصف الوحيد اللي أقدر أقول فيه أحنا يعني الله أمرنا إن ننتج مو بس بمساعدة مال بجهد بثقافة بتشجيع وأنا مسرور جدا إن أشوف هالشباب والشابات اليوم يحسون إنهم أنجزوا شيء وخدموا المجتمع القضاء على الفقر والعمل اللائق ونمو الاقتصاد إلى جانب عقد الشراكات المثلة كلها أهداف تكفل منتدى البحرين التطوعي الثاني على عاتقه إمضاءها عبر تكاتف الجميع ممن ساهموا في نشر ثقافة العمل التطوعي من داخل البحرين وخارجها العمل التطوعي هو عمل إنكار للذات هو العمل الوحيد الذي يقوم به الإنسان من غير ما ينتظر أجر من حد فقط أجره من رب العالمين تجارب تطوعية توسع نطاقها لتصل إلى حيز التطبيق الفعلي لأعمال لم تخرج عن دائرة جلب المنافع لمحيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتنال نصيبها من التقريم والفوز بإحدى جوائز سيدة العمل التطوعي الأولى في البحرين محفوظة زياني توعية الناس عن مخاطر الأوساخ اللي نرميها في الشواطئ أو نرميها بشكل عام ما نعرف هي وين تروح في النهاية فالهدف الأسماع عندنا احنا هو توعية الناس فإن جنرل أبا قول أن إذا رحنا ونظفنا ما بفيد قد ما احنا وعينا الناس وقضينا على المشكلة من أساسه فهي هو هدف جمعياتنا وربعا الجائزة اللي فزنا فيها هذي بتفيدنا بشكل كبير وأهم شي عندنا أنه بيبين حق الناس اللي شاركوا معنا في الأنشطة جد شغلهم مهم وشغلهم فعلا يعني للجمع الجائزة استحقتها الهيئة عن مشروع حملة الأرض لنا هذا المشروع هو مشروع شبابي الشعبي الهدف منه استصلاح الأراضي الفلسطينية واستصلاحها طبعا زراعيا وبالتالي حمايتها من المصادرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي احتراف العمل التطوعي دائما ما يأتي من خلال ذلك الحس السامي الذي يحرص على العطاء دون مقابل فكر يعلو بعلو طموحاته التي تخص الجميع بمكنون خيراتها لتلفزيون البحرين محمد رشدت